الأزمة تبدو مكررة وإن اختلفت العناوين في كل مرة لكن العبرة في الخواتيم والخاتمة كسابقاتها استقالة الحكومة الكويتية استجابة لضغط المحتجين كما تقول المعارضة أو لفقدانها الأغلبية البرلمانية على خلفية مزاعم بالفساد في حين أن الحكومة تنفي ذلك نفيا قاطعا هذه المرة بلغت توتر أقصى مدى عرفته البلاد تمثل باقتحام نواب من المعارضة ومحتجين مجلس الأمة بعد اعتصام نظموه في ساحة مجاورة لمقر البرلمان الأمر نتج فيما يبدو عن طلب قدمته مجموعة برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة قوبل برفض مجلس الوزراء ما اعتبرته المعارضة أمرا غير دستوري أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اعتبر اقتحام المجلس يوما أسود في تاريخ أمته أعضاء المعارضة في مجلس الأمة كانوا قد حذروا من أن غياب رئيس الوزراء عن جلسة الاستجواب سيجابه بتصعيد من قبلهم رئيس الوزراء من ناحيته انتقد ما سماه تهييج وإثارة الشارع الكويتي وهو الذي شكل سبع حكومات منذ توليه رئاسة الحكومة في 2006 نتيجة نزاعات مماثلة مع البرلمان كما حل أمير البلاد مجلس الأمة ثلاث مرات والواضح أن الأزمة الحالية قد تجر إلى حل مجلس الأمة أيضا بعد قبول استقالة الحكومة فتبعا لبرلمانيين معارضين تشير التوقعات إلى خطوة مماثلة لأن ربع النواب على وشك الإحالة إلى ممثل الإدعاء في تهم تتعلق بالفساد وتبدو بعض أطراف المعارضة الكويتية مصرة على المضي قدما في طريق الاحتياجات الشعبية حتى بعد استقالة الحكومة لتحقيق مطالب أخرى تتعلق بحل مجلس الأمة وإحالة نواب برلمانيين إلى القضاء فيما تطالب أطراف أخرى في المعارضة تمثل مجموعات شبابية وطلابية تطالب بإحالة رئيس الوزراء المستقيل نفسه هو وأعضاء حكومته الخمسة عشر إلى القضاء كما تطالب بالإفراج عن نحو أربعة وعشرين معارضا مدد المدعي العام توقيفهم ثلاثة أسابيع وهم متهمون بالمشاركة في اقتحام مجلس الأمة خالد عويس العربية